بدأت واشنطن تلوح وتهدد بفرض عقوبات اقتصادية على العراق حتى سارعت احزاب السلطة في بغداد لتهديئة الشارع الغاضب من سياسات الحكومة المتخبطة وبدأت ترويج ان اتفاقية العراق مع الصين ستنقذ البلاد من اية ازمات اقتصادية او انهيار ماليا مرتقب اتفاقية بغداد بكين التي لم يكشف حتى اللحظة عن معظم بنودها حذر منها الكثير من الخبراء الاقتصاديين فضلا عن لجان حكومية نتيجة وجود علامات استفهام كبيرة والكثير من الشبهات التي رسخها التسارع في تفعيلها بدون استحصال موافقة البرلمان وفتح الحكومة للحسابات واختيار الشركات المنفذة وهو دليل واضح على فسادها المشككون في الصفقة استشهدوا خلال تخذيرهم منها انها سترهن النفط العراقي لأكثر من خمسين عاما وهو امر كاف لاثارة الرعب والريبة في النفوس رابطة الشفافية في العراق قالت ان الشعب سيصاب بصدمة هائلة عندما يكتشف المخفية بالصفقة الصينية واكدت ان مصالح خاصة وحزبية لأفراد وجماعات متنفذة في الحكومة وراء اخفاء تفاصيل وخفايا الصفقة التي عقدها رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي مع بكين نهاية ايلول عام 2019 لافتة الى ان رهن النفط العراقي لمدة خمسين عاما تم نزولا عند رغبة ارادة خارجية ولم يكن قرارا وطنية بدوره اكد نائم محمد الخالدي وجود علامات استفهام كثيرة حول الجدوى الاقتصادية للصفقة خاصة وان مضمونها غير واضح حتى اللحظة وان هناك الكثير من اللغط حولها وهي التي طرحت وكأنها المنقذ الوحيد للعراق وحبل النجاة لتحويل البلد الى مصاف الدول المتقدمة مسؤولون حكوميون اخرون سجلوا استغرابهم من حجم الفائدة على القروض المعدة لانجاز مشاريع الاتفاقية والتي تصل الى 6% وهو فارق كبير جدا عن الارقام المقدمة من شركات عالمية اخرى لم تتجاوز فوائدها 2% وفي ظل سياسات 17 عاما مضت من سلطة احزاب جعلت العراق في مقدمة الدول الاكثر فسادا في العالم فان الحديث عن كون الصفقة مع الصين هي المخلص لن يكون اكثر من اضغاط احلام لا تفسير منطقيا لها ولن يكون الترويج لها مورفينا يهدئ من غضب الشارع المنتفض على السلطة واحزابها الفاسدة